نعم أخي لقد قرأت في الكرآن الكريم أن الله قد وضع كل شيء فقد جادلني شخص ما في أنني إذا فعلت ذنبا أو عملت عملا صالحا فإن الله قدير على ذلك أيضا إذن وأنا مسلم أو غير مسلم أو من أي دين وهو قادر على أن يغفر له أيضا لذلك لم أكتفي بهذه الحجة ولكني أردت أن أعرف إجابتك عليه السؤال أن أحد أصدقائه وهو يقول أن الكرآن هو الترجمة الصحيحة لأقوال الله أن الله قدير على كل شيء إذا كان الله على كل شيء قدير وإذا أخطأ أحد فهو قادر على كل شيء إذن إذا كان شخص مسلم الله قادر على كل شيء فما هو السؤال القوي يعني أعرف معنى قوي ولكن إذا كان شخص ما مسلما فالله قادر على كل شيء إذا أخطأ هذا الشخص فهو قادر على أن يغفر له ولديه القدرة على أن يغفر إذا كان شخصا ما غير مسلم فالله قادر عليه نعم هل تقصد أن الله قادر على أن يغفر له؟ لا هذا اقتباس خاطئ فكرت هذا الحديث عن أن ما تتحدث عنه هو أن الله تعالى يكتب القدر وكل شيء يحدث حزبة القدر إذا فإن نسخة القرآن التي نقلناها خاطئة ومعظم الأديان سواء كانت الهندوسية أو الإسلام نحن متفقون على أن هناك شيء مثل القدر ونحن ندبع القدر السؤال هو أنه إذا كان قدري سأذهب إلى أن أسرق وأنا أسرق من يلوم الله الذي كتب القدر سأسرق لذلك فمن الذي يلوم الله على أنه كتب لي أن أسرق لماذا علي أن ألوم؟ إذا ذكر قدري سأقتل شخصا ما إذا كان القدر يجب أن أقتل وأنا أقتل من يلوم سأصبح قاتل هل ألوم الله؟ لماذا يضعني في النار؟ يا أخي علينا أن نؤمن بالقدر ولكن الناس أسيء فهم ما هو هذا القدر وعلى سبيل المثال أعطي مثال أنه إذا كان المعلم في الفصل يقوم بتدريس مئة طالب وفي نهاية العام قبل الامتحايا يقول المعلم أنت سوف تحصل على الدرجة الأولى وأنت سوف تحصل على الدرجة الثانية وهكذا سوف تفشل في الصف ويتم إجراء الاختبار ويستمر الاختبار في ظهور النتائج ويخرج من الصف الأول أولا ويحصل على درجة ثانية وهذا يحصل على درجة ثالثة وهذا يرصب أنا مثال لا تشعر بالسوء لذلك أنا أطرح السؤال على الشخص الذي فشل والطالب الذي نجح هل يمكنك إلقاء اللوم على المعلم لأنك توقعت أنني سأفشل لقد فشلت هل يمكنك إلقاء اللوم على المعلم لا لأن المعلم قام بالتدريس لمدة عام وهي تعلم أنك تعلم أن هذا الطالب مجتهد للغاية ويقوم بدراسته بشكل صحيح ويحصل على المركز الأول الصف الأول الصف الثاني هذا الشخص يرى الأفلام سوف يفشل لأنه لم يجتهد ولم يذاكر لأن المعلم توقع هل يمكنك إلقاء اللوم على المعلم لا بمثل الله سبحانه وتعالى ليس مثل المعلم المتفوق بكثير فهو لديه معرفة بالمستقبل أخبر المعلم عن الخبرة ومن خلال هذه الخبرة ولكن الله سبحانه وتعالى لديه العلم وهو يعلم ما سيحدث في المستقبل سبحانه وتعالى يكتب مقدما مثلا جئت عند مفترق طرق الآن هناك خمس طرق للطريق واحد واثنان وثلاث وأربع وخمس يمكنك اختبار أية خمس تختار الطريق الثاني لأن الله مقدما يعلم أنه عندما يأتي هذا الشخص عند مفترق الطرق فإنه سيختار الطريق الثاني لذلك يكتب الله مقدما أن هذا الشخص عندما يأتي عند مفترق الطرق سيختار الطريق الثاني ليس لأن الله يكتب أنك تختار بل لأنك ستفعل يكون اختيار الله مكتوبا في علمه مسبقا سبحانه وتعالى هل فهمت أن الله بعد أن تتجاوز الثاني عشر يمكنك أن تصبح طبيبا أو يمكنك أن تصبح مهندسا اخترت أن تصبح طبيبا ليس لأن الله كتب أنك ستصبح طبيبا الله يعلم ذلك تجتاز المعيار الذي يليه يمكنك إما أن تصبح طبيبا أو مهندسا وقد حصلت على علامات جيدة في كل من الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وعلامات جيدة اخترت أن تصبح طبيبا لذلك يعلم الله أن لديك خيارين ستصبح طبيبا فالله يكتب أنك ستصبح طبيبا الآن عندما تذهب وتعيش حياتك يمكنك إما أن تكسب روبية بأمانة أو أن تختار روبية بقيمة ألف روبية والخيار لك ويعلم الله أنه عندما يكبر هذا الشخص سيكون لديه خيار لكسب المال والمال بأمانة أو بسرقة أو سرقة اختيار أو اختيار السرقة لأنه سيختار السرقة الله يعلم أنه بعد أن يبلغ سن الخامسة والعشرون سوف يصرق يعلم مقدما ومكتوب مقدما ليس لأن الله كتب أنه يصرق لأنه سيكون كذلك ولكن الله كتب مقدما في علمه سبحانه هل تفهم إذن ليس القدر إلا الله مكتوب مقدما بعض الأشياء ثابتة عند ولادة الإنسان إلى آخره ولكن الشيء المتبقي هو خيارك أن تختار لذلك اجعل نفسك عظيما لدرجة أنه قبل القدر يجب على الله نفسه أن يسأل أتباعه أن ما هي أمنيتك لذلك نحن نلوم على أعمالنا قال الشخص أنه إذا ارتكبت ذنبا فهو الملوم فقد أعطاه الله الخيار هنا الهداية في هذا الكتاب هو الذي فيه الهدى اتبعه وإذا اتبعته ستجد الخير وإذا لم تتبعه فإنك تكون ملاما مثله بالنسبة لغير المسلم سؤال أنه إذا كان غير المسلم فمن يلوم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فهو مولود يولد فيه مسلما المسلم يعني الشخص الذي يسلم نفسه لله ينبض قلبه على طريق الله يتنفس على طريق الله هواه هو طريق الله فيما بعد قال نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يتأثر باختيار والديه إليه فهما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه يتأثر بكباره من قبل والديه ثم يبدأ في العبادة الباطلة ثم يبدأ في عبادة النار وبعد ذلك قد يصبح غير مسلم لذلك عندما يصبح غير المسلم متحولا إلى الإسلام ليست الكلمة الصحيحة ولكنها تعود كل إنسان يولد كما كان كما هو مسلم يذهب إلى المصاري الخاطئ وعندما يعود الكلمة الأنسب هي الرجوع لذلك أخبر صديقك غير المسلم أن هذا هو القرآن إذا اتبعه ولديك خيار أن تصبح مسلما قل له اقرأ القرآن واتبعه إذا كنت لديك أي مشكلة تعال واسألني وإذا كنت لا تستطيع أن تطلب الذهاب إلى مؤسسة أخرى تطلب فيها المساعدة والحصول على المعرفة والمعلومات التي ستساعدك في الحصول على هذا الكتاب الآن وغدا وتعلم وتتعلم ولا يمكنك إخبار أي شخص أنه لم تكن لديك فرصة لأن تصبح مسلما فلا بأس وإذا رد ويقول إنك تقرأ الكتاب المقدس وتقرأ وتصبح هندوسيا أو مسيحيا ويمكنك رؤية أشرطة الكست الخاصة به ويمكنك الجدال في كلا الاتجاهين لديك حركة لديك طرق الوصول إلى المعرفة للحصول والاتجاه إلى الطريق الواحد الصحيح أنك إذا فعلت نفس الشيء مع أنك تقرأ الكتاب المقدس تصبح مسيحيا فتقول له أنا مسيحي أكثر منك سواء كنت على صواب أم على خطأ لذا فإن حركة المرور في اتجاهين وليس حركة مرور في اتجاه واحد وأعتقد دائما أن حركة المرور المفتوحة في اتجاه واحد خاطئة فنحن نعطي حركة المرور المفتوحة لكي تصل إلى الحقيقة وهناك فرص متساوية لكليهما والله قد أعطانا الله هذا العقل وأعطانا هذا المنطق فالسبب الذي يجعلنا أعلى من البشر ليس لأننا نبدو جيدين جدا أو وسيمين جدا لذا علينا أن نستخدم هذه النعمة وهي العقل للوصول إلى الحقيقة لذا أخبر صديقك غير المسلم أنه نعم لقد أعطى الله كل شيء الاختيار ولديه الحق في أن يختار ولكن الله يعلم مقدما أن هذا الشخص بعد أن يقرأ القرآن قد يصبح مسلما لأن الله يعلم وأنا لا أعلم هذا مجرد مسال لا أعرف حقا ما إذا كان الشخص الأول الذي سيصبح مسلما أو هو الشخص الثاني أو كلاهما سيصبحان أنا فقط أعطي مثالا لذلك إذا أصبح حتى ذلك اعطي وقرأ قبل أن يأتي يوم القيامة ويقول القرآن كل الذين كذبوا بالحق لن يذهبوا ولم يقولوا إلا أنهم قد ظلموا أنفسهم الله لم يظلم أحد هم الذين ظلموا أنفسهم يقولوا نغفر لنا وقد فات الأوان لذلك يقول الله أنه لم يعترض أحد من أهل النار على عدالة الله سبحانه وتعالى لأن كل شيء سيكون أمامهم مثل ما نفعله اليوم ما حدث بالأمث يمكننا أن نرى ذلك وقت فعله يقول الله أن الأوان قد فات سيشهدون على أنفسهم وستجهد أعينهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فلا يطلبون من أحد ستدرك أنت نفسك خطأك ثم تتضرع إلى الله أنا من فضلك سامحني يا الله لقد فات الأوان لقد أعطاك الفرصة وأنت قد أضعتها وارتكبت الكثير من الأخطاء أعطاك الله الفرصة